انا الانسان برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الانسانية ودورنا في ادارة التنوع في الحياة وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح واثراء العالم انا توافق التراب والسحاب والسنى انا تتابع علمنا انا البناء انا الانسان انا الانسان هو برنامج يبني امل وممارسات التعايش ويستهدف القاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه انا الانسان يعيد النظر في علاقاتنا الانسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الامة ويبحث في الهوية الوطنية انا الانسان برنامج يومي من اعداد وتقديم الدكتور محمد بحجي انا الانسان من اخراج خالد المرباطي بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة تم اللسانية في غولي نحييكم ايهنوخ والاخوات في برنامجكم انا الانسان حيث سنتناول في هذه الحلقة رزق الاسترخاء فمرحبا بكم وسنذكر العهد الذي يوما قطعنا باليمين أن نبقى في حب لله ونتويه فهو المعين وسنذكر العهد الذي يوما قطعنا باليمين أن نبقى في حب لله ونرتويه فهو المعين وهو النجاة من الضياع ووحشة الدرب الحزين يا ربي ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين وهو النجاة من الضياع ووحشة الدرب الحزين يا رب ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين رزق الاسترخاء أي لحبة نعمة نحتاجها اليوم في عصر انتشر فيه التوتر وعدم الاستقرار بل إننا في عصر انتشر فيه الاضطراب والقلق أيضا فعصرنا أي لحبة أصبح تصاحبه ضغوط تواجهنا نحن وبني البشر لكل مراحل وطبيعة سعينا في الحياة ورزق الاسترخاء يساهم في التوقف الكامل لكل الإنقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر والقلق فالاسترخاء يختلف عن الهدوء الظاهري أو حتى عن النوم فكثيرا ما نجد شخصا ما يرقد في سريره لساعات طويلة لكنه لا يكف عن إبداء عدم الاستقرار الحركي والتقلب المستمر والأفكار والصراعات النفسية فمن مميزات رزق الاسترخاء أنه يساعدنا للوصول إلى نفس مطمئنة من صفاتها اليقين والإيمان بالله والقضاء والقدر فمن رزقوا رزق الاسترخاء يرون أنه لا معنى للتوتر للأعصاب والقلق إزالة أمور التي تخرج عن نطاق إرادتهم فإحساس المؤمن بأن زمام الأمور لن يفلت أبدا من يد الله يقضف في نفسه الطمانينة والسكينة وهذا ما يؤكده حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ارضى بما قسمه الله لك تكون أغلى الناس ما أجمل أن تحيا عمرا ظال وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير الآن الآن فخير الوقت الآن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ثاك يقين لقد أصبح الاسترخاء أيها الحبة ضرورة من ضروريات الحياة لا بد من تعلمه لمواجهة ضغوط الحياة والتغلب على مشاكلها وضغوطها فعادة عندما يسيطر التوتر النفسي على الشخص منه عندئذ لا يستطيع أن يفكر بشكل سليم وحينئذ تصبح ردود أفعاله مبالغ فيها أو غير طبيعية ولهذا يمكن أن تنعكس هذه الردود وبشكل سلبي على صحته الجسمية والنفسية معاه يرى الكثير من العلماء النفس والاجتماع والإدارة وكذلك الأطباء أن رزق الاسترخاء هو تدريب نمارسه من خلال الجسم والعقل في مرحلة الوعي حيث نستطيع من خلال هذه المرحلة تنشيط عمليات الشفاء الذاتي للجسم فبمجرد أن نستلقي على ظهورنا في مكان مريح ونسند رؤوسنا إلى وسادة منخفضة مع أبقاء العينين مغلقتين بدون ضغط عليهما ثم نترك لحاسيسنا العنان تبدأ عملية الاسترخاء وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نتجنب الأحداث التي تحدد اتجاه حياتنا ولكننا نستطيع إزالة التوتر والتغلب عليه بالاسترخاء حيث أنه من خلال الاسترخاء يمكن تعديل ردود أفعالنا إزال العوامل الغذائية الخارجية أو العوامل المؤثرة وبالتالي نتخلص بشكل تدريجي من العوامل المؤهلة لحدوث التوتر مما يقلل زيادة إفراز بعض الهرمونات التي تأتي مع التوتر وينجم عنها في الحقيقة ارتفاعا في ضغط الدم والإصابة بنقص الدورة الدموية لأعضاء الحيوية سواء لأعضاء القلب أو المخ أو حتى والعياذ بالله تتسبب في حدوث الجلطات إضافة إلى ذلك يمكن أن يصاب الشخص الذي لا يمارس الاسترخاء بالاضطرابات الهضمية كأمراض القولون والمعدة والاضطرابات النفسية المتعلقة بالنوم والاكتئاب وفقدان الرغبة حتى بالعمل وحتى بالحياة الاسترخاء رزق أيها الحبة ولذا يستخدم اليوم في خفض نسبة التوتر وتستخدم تمرينات الاسترخاء إلى تحسين النوم وتخفيف الوزن وتحسين الذاكرة وتنظيم ذبات المخ والتقليل من كمية العرق كما وجد أن رزق الاسترخاء يساهم في التقليل من حدة الاكتئاب وتقليل الشعور بآلام الجسم والمساعدة على خفض ضغط الدم وتخفيض مستوى الصداع النصفي وتقليل تأثير الأصوات العالية على الإنسان وبالتالي التحسين من أدائه وتحصيله العلمي والدراسي وأيضا أثره في رحية الحياة نداء منا إلينا يجوب خواطرنا إن أحسننا أرحنا عتاب ضمائرنا ألسنا أحق بقلب سعيد أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد فما السير في الخير إلا اختيار وما الخوض في الشر إلا خيار إليك القرار وقصتنا لهذا اليوم أيها الحبة تعبر عن رزق الاسترخاء بطريقة مختلفة فيحكى أنه كان هناك أب يسعى إلى كسب قوتي عيشة ويطعام أسرته سمع هذا الأب عن جزيرة مليئة بالألماص فقرر الذهاب إليها ترك الأب مؤونة تكفي أسرته لمدة عام واحد بعد سابع من السفر عبر البحار تمكن الأب أخيرا من العثور على الجزيرة وعندما رأى الألماص شعر ببهجة شديدة وبدأ يجمع الجواهر التي كانت ملقاة على الأرض مثل الحجارة وقبل أن يعود إلى أسرته بثروته الجديدة قرر هذا الأب أن يحتفي بنفسه بوجبة في أفخم فنادق تلك الجزيرة بعد أن التهم الأب وجبته أخرج إحدى ماساته وأعطاه للنادل كثمن القذاء رفض النادل الماسة كثمن الوجبة وشرح له النادل أن الألماص ليست له أي قيمة في هذه الجزيرة وأن الشيء الذي له قيمة لديهم فعلا هو دهن الدجاج لأنه السلع الأعلى قيمة في هذه الجزيرة وبالطبع لم يكن لدى الأب أي شيء يدفع به فاتورة الطعام وبالتالي اضطر إلى البدء في العمل لدى الفندق لكي يدفع دينه فلقى الأب ما لديه من ألماص وبدأ العمل في المطبخ وبعد عدة شهور لاحظ مدير الفندق كفاءته وقدرته على العمل الشاق فقاموا بترقيته وبعد عام تقريبا كان الأب قد دفع دينه وتمكن من الدخار ما يكفي من دهن الدجاج لكي يصبح ثريا جدا ومن ثم عاد إلى بيته ليبقى في صحبة أسرته عندما علمت أسرته بمقدمة خرجوا لمقابلته في الميناء ولكنهم شعروا فورا برائحة قريبة لدرجة أنهم اضطروا إلى إغلاق أنوفهم فتح الأب الحقيبة وأخرج منها ما لديه من دهن الدجاج وقال لزوجته انظري لقد أصبحنا أغنياء أجابت زوجته مستنكرة هل أنت مجنون؟ إن الغرض الأساسي من رحلتك كان هو العثور على الألماص هل نسيت ذلك؟ بعد سنة كاملة تعود بدهن الدجاج أين هو الألماص؟ هنا تذكر الأب رسالته الأصلية فأدخل يده عميقا في حقيبته وأخرج منها الألماصة الوحيدة الموجودة معه والتي كانت كافية لدفع الديون والبدء في حياته من جديد نعم في الغالب أيها الحبة نحن ننسى أن لدينا ألماصة في أيدينا ومنها القدرة على الاسترخاء وبالتالي تشغلنا الدنيا ونملأ حياتنا بالتوتر كمن تسبث بدهن الدجاج بالرغم من أن لديه كنز مثل رزق الاسترخاء الذي يجعل حياتك مليئ بالنجاحات وقليلة التوتر وكثيرة التوكل على الله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب اللهم إنا نسألك رزقا واسعا ونظرات متعددة لمفهوم الرزق ندرك من خلاله دورنا في العطاء متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله أنا الإنسان أنا توافق التراب والسحاب والسنى أنا تتابع علمنا أنا البناء أنا الإنسان أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بحجي أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر